مشاهدين أهلا بكم بمشاعر من المحبة الصادقة تداول المستخدمو وسل التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وراء لحظة وصوله لتقديم واجب العزاء لعائلة العوهان التي فقدت جراء حادث سير مروع عددا من أفرادها الأسبوع الماضي المقطع المتداول بين المستخدمين عنوانه صاحبه بكلمات رددها سموه لدى دخوله مجلس العزاء طالبا من الحضور البقاء في أماكنهم ليأتي سموه بنفسه لهم المستخدمون أكدوا أن سموه أمير للتواضع والإنسانية التي يعرف ما العالم عنه وأن ذلك ليس بغريب على سموه كلمات المستخدمين تزينت بالدعاء لسموه أن يبقيها الله عز وجل ذخرا للبلاد وأن يمنى عليه بدوام الصحة والعافية المستخدمون دعوا الله أن يلهم عائلة العوهان الصبر والسلوان وأن يسكن فقدائهم الجنة تزامنا مع انطلاق فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 أطلقت وزارة الدولة لجؤون الشباب هاشتاغ هنا الشباب الهاشتاغ يضم تحته الفعاليات والأنشطة الشبابية المختلفة التي ستحتضنها دولة الكويت بمشاركة جهات رسمية وأهلية وكذلك المؤسسات الخاصة خلال العام الحالي وبمناسبة حفل افتتاح حدث الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 والذي انطلق برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعى على مسرح قصر بيان صباح اليوم المغاردون تداولوا تحت الهاشتاغ صورا ومقاطع كان أبرزها في التداول لحظة إذن سموه حفظه الله ببدء مراسم الاحتفال ومقاطع أخرى لتكريم سموه حفظه الله ورعى للفائزين بجائزة الكويت للتميز والإبداع شبابي وبدورهم هنى المغاردون جميع الفائزين والمكرمين متمنين لهم دوام الإنجاز والإبداع لخدمة الكويت